أحمدك ربي مثنى وثلاث وربع وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها السادة والسيدات حديثنا اليوم يدور على قضية هي من الأهمية بمكان قضية الأمانة الأمانة بأوسع معانيها وأفتتح كلامي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة قال أجابه صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزات موجزة في المبنى لكنها عظيمة في المعنى قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وقال صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه تضيع الأمانات بين الناس حتى إذا وجد الناس رجلا أمينا أشاروا وقالوا وقالوا إن في بني فلان رجلا أمينا لأن الأمانة عزت في الناس ولذلك لما نقرأ في السيرة النبوية ونعود فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة إلى المدينة ترك علي بن أبي طالب خلفه لماذا؟ ليرد الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء مشركون نستحل أموالهم ونأخذ الأمانات ونذهب بها إلى المدينة لا ما عرف صلى الله عليه وسلم الخيانة قط بل ترك الأمانات مع سيدنا علي ليقوم بردها من بعده إلى المشركين أتدرون ماذا يقول الله يوم القيامة لخائن الأمانة يقول الله للملائكة لخائن الأمانة خذوه واذهبوا به ليرى الأمانة التي خانها فتأخذوا الملائكة وتنزل به في بئر عميق عميق وينظر الأمانة التي خانها فتقول له الملائكة ايتي بهذه الأمانة وهي في بئر عميق عميق في قعر جهنم وهنا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد إلى مكة وبعدما فتح مكة وانتصر وقال لآل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء ذهب علي بن أبي طالب ليأخذ مفتاح الكعبة من طلحة لكن طلحة حثمان بن طلحة رفض أن يعطيه المفتاح وقال هذا المفتاح ورثناه عن آبائنا وعن أجدادنا لكن عليًا لو عنقه وأخذ المفتاح وذاب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأريد أيها السادة والسيدات أن نصغي إلى الأسلوب القرآني لم يقل الله يأمركم إنما جاء بحرف التوكيد إن الله ولم يقل إن ربكم يأمركم إنما جاء بلفظ الجلالة لما فيه من الهيبة والكمال إن الله يوصيكم لا إن الله يأمركم أمر من الله سبحانه وتعالى أن تؤدوا الأمانة أن تقوموا بأداء الأمانات إلى أهلها ولماذا جمع كلمة الأمانات لماذا لم يقل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إنما قال إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات لأن الأمانات متعددة العلم أمانة أنت وأنت تزرع الأرض أنت في أمانة أنت وأنت تعمل في مصنعك أنت في أمانة ليست الأمانة قاصرة كما نفهم على أن فلانا أعطاق مبلغا من المال تذهب به إلى فلان لا هذا جزء من الأمانة الأمانة أعم من ذلك أنت طبيب مؤتمن على صحة الناس وأنت تصنع الأدوية أنت مؤتمن على صحة الناس المدرس وهو يعلم الطلاب مؤتمن على تعليم هؤلاء لأنني أذهب بابني وأدعوه في المدرسة أمانة عندك المربية التي ترب الأطفال الأطفال أمانة عندها هذه أمانات متعددة متعددة فينبغي على الناس أن تدرك خطورة هذا فالذي لا يعمل بجد واكتهاد هو خائن للأمانة الذي لا يعلم الطلاب في المدارس بجد واكتهاد هو خائن للأمانة الذي لا ينتج الذي لا يزرع الذي الذي إلى آخره من صور المجتمع كل عنده أمانة ينبغي أن يقوم بها فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اذهب ورد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وهو مشرك آنذاك قال لماذا يا رسول الله قال أخبروا أن الله أنزل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آلها وفي كلمة أخيرة وإذا حكمتم بين الناس لا بين المسلمين بين الناس عموما أن تحكموا بالعدل أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر